100 مليون يورو هي ميزانية الميلان في انتقالات الصيف خلينا نروح مع حضراتكم لتقرير حاجة الحقيقة سعيد جدا بشوفها بتحصل على أرض مصر والحقيقة يمكن انه من سنين طويلة جدا كنت بتابع مسابقة على مستوى عالمي بتشارك فيها كل جامعات العالم او اغلب جامعات العالم او المشهور والمعروف منها المسابقة دي عبارة عن مجموعة مشروعات وافكار بتتقدم بيها كل جامعة على مستوى الدولة بيفوز مشروع واحد بيخش وسبقة تانية على مستوى القارة بيفوز برضو مشروع واحد وبيتجه الخمس مشروعات او الخمس افكار دول لمنافسة نهائية خمس مشروعات على مستوى خمس قارات بيتنفسه فكرة واحدة بتفوز فكرة او نموذج تحديدا مشابه بيحصل على أرض مصر بتنظمه او بتكلم عنه الاكاديمية البحرية لعلوم والتكنولوجيا مؤتمر استضافته في شرم الشيخ واستضافت في شباب الجامعات المصرية هنشوف تقرير ونرجع لحضراتكم على طول في السادسة تحياتي لك يا سارة وتحياتي لك يا أحمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة نادي الأهلي في كل مكان من أرض السلام شرم الشيخ يعني ومؤتمر قوي جدا برعاية الاكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا يعني بصراحة مؤتمر مفيد للشباب مفيد لكل شاب بيفكر في مشروع او ابتكار جديد بصراحة الدولة والوزارة والاكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا واقفة في ظهر الشباب يعني يكون معايا عشان نتكلم باستفادة اكتر عن المؤتمر دكتور واقل الدسوقي مدير رئية الاعمال بالاكاديمية العربية دكتور فربي دابر نحب بيك على شرق قناة نادي الأهلي يمكن مؤتمر ولا أروع شايفين ان حطراتكم والوزارة واقفين في ظهر الشباب عايزة عرفنا حلقة اكتر عن المؤتمر أنا لمشاكل للقناة الحقيقة وفعلا مؤتمر احنا من في شرب الشيخ والمؤتمر النهاردة معمول لأول مرة يتعامل يمكن برة القاهرة كنا عاملين على هامش المؤتمر مسابقة على مستوى الجمهورية في ريادة الاعمال لها مستوى اترالي مصر لريادة الاعمال حوالي 70 شركة ناشئة كلهم شباب منهم طلبت جماعات عاملين شركات يعني دي من الحاجات اللي مش سهلة والسبب وجودنا في شرم الشيخ ان احنا بندعم الشركات ناشئة في مجال السياحة فعندنا مجموعة كبيرة من اصحاب الارواد الاعمال مش اقول اصحاب الشركات او الارواد اعمال شباب عاملين افكار مشروعات جديدة فيها تكنولوجيز جديدة فيها ابتكارات مختلفة عشان تغير قطاع السياحة بقى فيه تكنولوجيز مختلفة فده سبب وجودنا في شرم الشيخ والحقيقة عندنا كمان في مصابقة الرالي بندعم الناس اللي بعملوا رواد الاعمال في مجال الصناعة مجال التكنولوجي مبعد الكوفيد 19 لان طبعا بعد الكورونا بقى فيه استخدام تكنولوجيز بيدخل في كل حاجة فاحنا بندور على المشروعات في مجال التكنولوجي كمان ده بالنسبة للشركات الناشئة وده سبب المؤتمر الرئيسي طبعا بعزين حرك توجه رسالة للشباب وكل من هو يعني بيبدأ في مشروع أو حتى لو فكرة أي حاجة في الحياة بتبدأ بفكرة فاحزين حرك رسالة للشباب طبعا هو بصراحة يعني يمكن المسج الوحيدة ان احنا عندنا ناس كتير امنوا في نفسهم وحاسوا ان هم عندهم قدرة يعملوا مشاريع ومع الوقت وشوية دعم لا ان هم فعلا عملوا بيزنس وبدلا ما بيدوروا على وظيفة بقى هو يدور على الناس يشتغلوا معه في الشغل بتاعه فدي دي ثقافة دي مينسات ده اسلوب تفكير ده ما كانت جي موجود على دراس كتير قوي من زمان بس بعد دعم اللي حصل في ريات الأعمال وبعد الجهات اللي بتدعم كل الجهات الحكومية الوزارات كلها بتدعم رواد الأعمال منظمات الدولية السفرات الجماعات العالم كله مهتم بريات الأعمال لان هو ده بقى احنا عمالين نقول في عندنا خمسة مليون موظف وعايزين نقلل للتكاليف وعندنا الناس بتخرج من الجامعة مش لقين شغل طب ما هو احنا عندنا ناس بتخرجوا من الجامعة بيكونوا عندهم شركاتهم وبيشغالوا معاهم ناس تانية فهو ده الحل البديل وهي مش محتاجة قدرات عقلية او خبرات ما حصلتش هو احنا عندنا بيشوف ناس كتير وبيعملوا شركات نشاء مجرد بس ان بيكون عنده النية وبيبدأ يتحرك فيها وبيلاقي ناس كتير بتدعمه فيمكن الرسالة اللي بقولها ان الناس يكون عندها ايمان في قدراتها وامل وزي ما فيه النهاردة عندنا سبعين شركة نشاء اصحابهم كلهم طلبت جامعات وخارجين جامعات لان لما لقوا دعم بدأوا ينفزوا وعملوا شركات فيدوروا على الفرص في مئات الفرص اللي موجودة بدعم رواد الاعمال مسابقة الرياليو فيها جواز مليون جنيه بس زيها فيه حاجات كتير او فيه حضنات اعمال في مصر كتير بدعم رواد الاعمال فلو هو دور عليهم هيلاقي دعم كبير دكتور والد بنشكرك شكرا جزيلا ويعني بنتمنى حركة التوفيق الدعم شكرا جزيلا ده كان لقائي مع دكتور والد سوئي مدير يد الاعمال بالاكاديمية العربية يعني زي ما الدكتور قال مؤتمر قوي جدا لكل الشباب يمكن كمان بكرا ان شاء الله هيعلن عن الفائز بافضل مشروع مستمرين معاكو في التقصير موسيقى